كل سنة وانتي طيبة يا روحي وانتي طيبة يا حبيبتي اني عاني على ورق العنب اللي ما بنشوفهش غير من العيد للعيد ده اه مانا لو عندي بنتي شطرة كان قاعدت تلف معي عشان ليلة العيد ايبا حبيبتي انا طلعت شطرة وبقية الدكتورة عايزاني بقى شطرة في ورق العنب انا مش متخيلة ان السنة الجاية ممكن تكوني متجوزة ومش معانا علش بقى يا حبيبتي سنة الحياة قوليلي مين جاي بالليل اخوكي ومراته وابنه وخطيبك وانا وبابا وعمتك طب انا احتمال ما افترش معاكم النهاردة افتر عند عماد وممرو ليه يعني النهاردة الليلة تعيد وانا عايزكي معايا تحب اكلمه هو لا لا يا ماما هو عايزنا نفتر معاه في البيت بقى معاليش وبعدين كلنا نبقى مع بعض بكرة انت قررت يعني صدقيني انا ما قررتش حاجة انا حتى لزا مش عارف انا هلبيس ايه ولا هعمل ايه بالزبط طب ما تسيبيه هو يفتر معا افكر حاضر طب بلفي بقى عشان انا عندي معاد معاك وفير بعد الظهر وخايف اتأخر انت مش جاي معاي بوكره الليل لا طبعا انت عروسة وانا مش حبقى فاضيه قبلي بالليل ماشي شرفة لسه البطاقة ده الو تعملي ايه عاملة ورق عينب ياختي عندانا عيدكم لسا امت طيبة اه صحيح خالي نسيت خالص ان بكرا عيدكم ايه بنت انا ارثو زوكس مش كاسوليك الله يا بنت انا مش هوا يوم خمسة وعشرين طول عمر الجهلة بنت دي جهلة بجلد يا بنت الكنيسة الارثو زوكس احنا بنحتفل على السنة القبطية هم هناك الكاسوليك بيحتفلوا على السنة الميلادية ولما جوم حسبوا في التاريخ كده لقوا فيه فرق في دقايق تقريبا والدقايق عملت ايام فبقنا احنا بنحتفل يوم سابع وهما بيحتفل يوم خمسة وعشرين فهمت يا جهلة ومش دي نفس العيد يا امه طبعا يا بنت ايه دا؟ يعني انت خطبتك يوم العيد اقفلي هاتي اقفلي بجلد مش طلبة تخلق يا بنت اكيد حزبانها عشان تبقى يوم العيد سلميلي عليها ماما بتسلم عليكي الست دي وحشاني قوي عايز اعيد عليها خد يا عز اتكلمي ازايك يا حبيبتي ازايك يا طن والله وحشان وانت كمان يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة ومبروك لجان اقبالك يا حبيبتي على فكرة هذه المتجوزة انا اسفة اقبال عيالك على فكرة هذه المش مخلفة والنبي يا طن تقول لها ملهاش دعوا بي ايه حشوفي كنتي وجوزك جان عزمتك طبعا يا طن تأكيد فاكرة صنية المكرونة بالبشامال اللي كنت بتعملها لنا قبل الامتحانات اوه فاكرة دا انتو كنتو قاشقية هستمناكي بكرة خلاصي بقلتيها خدي ايو يا بنت مش تيجي تتفرجي على الاكساسريز بتاعت فستانك يا هبلا سبا اينا نسيت بجد لا انا هاجيلك على طول تعالي علشان الحاجات دي بتاخد وقت وانتي خطبتك بكرة اوكي يلا هلبس واجيلك يلا انت راحة فيه باي هقول لك باي معلش يا حبيبتي انا عندي حاجات كتير قوي بعدين فستان الخطوب عند هدير ايلا انا كنت بقول ان انت هتساعديني معلش بقى اعمل ايه ما انت عارفة خلاص روحي بس قوليها هتعملي ايه بالليل هخلص واكلمك على طول اوكي كده انا مديت النسختين بتومي ده الامن بتاعت ماشي نسخت استاذ حمزة هدي النسختات دي الف مبروكي حمزة باي شكرا الف مبروكي باشا يا جبار انا كتاب تكتابي ولا ايه يلا يا باكي امشي تحت امرك خنزمي شريف انا قررت ان انا اعمل ميتنج بالكرو بعد بكرة بإذن الله ما عنديش معنى بس حط في بالك ان احنا مستعجلين جدا البرنامج عندي على خريطة اندي انت ناوي تعرض امت؟ 20 يناير يعني فيه وقت ما تقلعش مش عايزك تقلقي برضو موضوع مهم قوي اندي البرنامج يعتبر شبه مكتمل لان انا كان عندي بروديوسر تاني كان مسكر من قبلك بس طبعا دلوقتي اندي المسؤولة تماما عن البرنامج بس بريحك شوية وبفاهمك يعني انك مش تتعب ياوي ايه شريف صحيح مين النسوان اللي اشتغل معا في البرنامج؟ نسوان؟ اعن نسوان يا باشا مفيش حد هيشتغل معاك ساعتك ليه فقرة لوحدك وهم ليهم فقرة لوحدهم ايوه مين هم بقى؟ فوزي العقاد وماهي شاوئي ايه ده؟ العق ده؟ ده نسوان واطية جدا ناشفين وعجر انتو عارفين ماهي شاوئي دي اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايه اصلا؟ جملات كانت مدايئة من اسمها هاجتغيرته انا كنت تعرف عمها اللي رحمه الراجل كواس جدا تقداري تقولي هو الرجل المحترم الوحيد في العيلة الوسخد والله يا باشا انت ملكش حل فظيع مجبار بنت خراسي طيب يا باشا احنا كده نعتبر منتهيين من جل حاجة وفش ايه مشاكل وخمس دقايق بالزبط وانشاء الله ستكون الدفع بتاعتين ساعتك الأولانية جايقها لك كانت أوليتها عندك بسان ليه عندك طلب صغير أومر لا أقدر عايزين نعمل برومو البرنامج أيوة أنا عمل حساب يا جمعية أيا بكر لا لا لبا النهاردة احنا هنستهبل ولا إيه ليه بشا بس كده ولا أنا معرفش أي حاجة عن الموضوع أنا معرفش اسمه أوم البرنامج داي أصلا لأ حضرك فهمتني غلط أنا قصدي يعني أن احنا هنقول أن حمزة البسيوني معنا في القناة بناحينا بس مش أقدر بكده طب دي سهلة خالص ما فيهاش مشكلة انت تخلصي بتمنى طبعا أنت تعمل برومو ده سابق طبعا أنت موجود معنا في القناة وفرصة أن احنا نازل ببرموشن كبير جدا ليك قبل ما يبتدي البرنامج والله العظيم ده طلب شخصي من حمدي بي رئيس القناة شخصية يا جماعة أنا مش جايز ده أنا حتى مش حالق داني يا باشا دي ما تشلش همها خالص احنا هنا عندنا ستايلست كوافير مكير كل حاجة وبالمرة نتعرف عليهم يعني عشان خطرك انت وانت بس بس بجد برافو عليك انتكلمتي بالطريقة دي تصوري قليلنا والشباه بعض حقير عارفة هوقات كتير بحس وانا قاعدة مع ابوي عمي اللي بموت فيهم احيانا بحس اني مش طيقة أسطوبهم وارجع تاني ترمي في حضنهم مش لوحدك كلنا كده انا في حاجات كتير قوي في ابوي عمي من بحبهاش بس بحبهو الطبع انت يا ابوك وامك يشرفوكي قدام اي حاج مش بالشكل يا هابي انت يا ابوك وامك مهتمين بيجي ابوي يا امي لأ منكرشي طبعا ان هم ربوني كويس بس في الاخر بيقولولي ايه عايز تعملي الصح برافو عايز تغلطي غلطي بس في الاخر انت المسهول بس ده احساسي حلو جدا مش في كل وقت بجد نفسي في حد يخوفني حد يقولي لأ مش بس يصحبني تخيالي ان انا ابوي عمر ما ضربني عمر ما منعني من حاجة انتي بتتحكي على ايه انا بجد نفسي في كده ابوي عمر ما حسسني في يوم من الايام من نفسه يشوفني عروسي او انه نفسه يشوف ولادي مثلا حبا لو كنت حسيت بكده في يوم من الايام كانت حاجات كتير في حياتي اختلفت ايه ايه اول ميطفو اذا عزيز ايه مرس بالزبط حمي تم ايه اوقا تفاصيل وجه ايه ده حال او ده كمان حال بس لا في كدرات دائقة انا عايز ادد بجراند بانشويا ما ينفعش الكدرات الديقة مرسيقاً، شغلة حلوة عمي، ما شاء الله بقولك ايه؟ نعم انا كنت عايش يقول الكلام اللي في الاسكريبت ده ما شو يرضى؟ انت بجر؟ انت حب؟ هيا يا جماعة احنا جاهزين بص تخلي عليه سنة تمام يلا يا جماعة، اوريني كده يا أستاذ حمزة كده وشك في الكاميرا، اموص عليه اوكي كده تمام، عبد الرحمن مرسي قوي، شكراً يلا يا جماعة مساء الخير انا سامح مخرج البرومو ده انا متأخر يا سامح اسفيني يا أستاذ، ممكن حرارك تقول الكلام ده؟ وريني حلو قوي هو ده مصر؟ هو ده مصر ايه مرسيه اهه صور يا ابني واخلص انا مش جاي اعملكم برومو هنا لبرنامج، انا مش اقول ولا كلمة انا جاي اعمل برومو لوجودي هنا في ام القناة بتاعتكو دي، يلا اعمل لحمزة بي عايزو يسامح طيب اوكي اه ممكن حضرتك تقول انتظروني على قناة النهار طيب قولك طيب ما تحزم احسن ورقص ولا زغرت طيب حضرتك عايز ايه؟ شغل يا ابني الكاميرا يلا واللي انا هعمله هو اللي انت هتصوره اخلص اعمل يا سامح اللي استاذ حمزة عايزو زي ما قال بالضبط بلاش تجرب طيب ممكن حضرتك تحط ايدك في جيبك كده؟ او تحط ايد على ايد ايه رأيك؟ انت اهبل يا ابني هو انا جاي عشان احللوكم ماتش كرة اعمل لحضرتك عايزو ما قدتلك بداش تجرب معا حيك؟ هم انا شغال هنا مخرج ولا انا شغال ايه؟ اعتبر نفسك حاجة تانية النهاردة مش لازم مخرج يلا اوكي انسى يلا امشي يلا انا كنت بحترمك بالعافية امشي اه بالراحة على الشباب يا حمزة بي كده مش هينفع برضو قولي المصور اللي هناك دوت صورني من بعض وبعدين يقرب الكاميرا وتكتبوا انتو انتو اه؟ قريبا حمزة البسيوني يا ده انت فنان بقى ده انا ابو الفن كله طب ام الفن جبتها معاك؟ اه شوفتي مين اللي بيبدأ بالغلط وبنرجع نزعل يا بتاعة الهنقلاي زياء السفلة الله يسامحك هعدالك المرات يلا قول مر شعقول ايه؟ قول يلا انتظروني على قناة النهار ما قلت؟ هعدالك انتظروني على قناة النهار يا سلام لا طبعا مش هينفع كده بان انت وقف كده ليه مخشب وقف افتح لي جاكتها افتح ديه حط ايدك في جيبك هنا هوا ايوه خليه كوائد انتظروني يلا انفضار انتظروا وشيش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتظروني قريبا حمزة البسيوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتو طيبا سنة جاية تبقى فيتاك انتوارمستك سيرف يا استاذ سيرف ايه ايه فيه ايه اي في اي! انا مش طلبت منك تجيب مياي النهاردة هو السريخ ده كله عشال مياه الله! امال انا حاشرم من اين؟ الله! ما تشربي من الحنفية انت هتقارفيني ليه؟ انا اشترم من حنفية! هو انا ماينفعش اطلب منك اي حاجة! ماينفعش تعمل اي حاجة! واعمل انا ليه؟ امال انت دورك بتعملي اي طول النهار؟ الله! يا اخ انا باشتغل! انا كمان بتنين ده اشتغل! بقى كده! انا غلطة انها بطلب منك اي حاجة! عارف؟ انت شخصية انانية! امسك! انا اللي اناني ولا انتي؟ لحد دي صح جزء ما انظر ده عشال كوباية مياه؟ ليه الاعرف ده؟ اعرف؟ انا اللي اعرف؟ انا الشخص بالحنفية يا انا! سيف! صباح الخير؟ صباح النهار الخير حررتك الحرار لله دي هانا زعلانة جدا ان حضرتك مجتيش مبارك يا افين! جوا! تفضاري في قدر! مرسي! شكرا! ممكن اعطفن؟ انا عافية! اصلا النهاردة خطوبة واحدة سحبتي! وانبارح كنت مشغولة معاه بطول اليوم! ما كلمتنيش لي مبارح وقلتني انك مش جاية! فيدي عندك حق! بس انا انسيت تليفوني في البيت وتشغلت في سبعين الف حاجة! ومعرفتش ايجي خالص! خلاص بقى ما تزعيش عشان خاطر! ماشي خالص! ازعي علينا! كمان! اوه! ايه ده مالك؟ مغنيش ممكن اطلب منك طلب؟ قولي عادي تلبي! ممكن تديني باد عشان انا انسيت اجيب واحدة زيادة معاه في الشنطة! باد؟ انا ما عرفش! يعني ايه ما تعرفيش! وانتي مش جاتلك البيريد؟ مش بحب اتكلم في الموضوع ده! هاتي لي باد بسرعة بقى ما تبقيش غلصة! ايه ده! انتي مالك مسكية كده ليه؟ مش بحب اتكلم في الموضوع ده! بوضعين انا بقى رفاوي! ماشي يا ستي! انتي عارفة يا هانا؟ انا اول ما جاتلي البيريد اتبسطت جدا! حسيت كده ان انا كبرت! وان انا قريب ممكن جدا ان انا بقى ماما! ايه طبعا زخليفة مغلصة ومقريفة ومتعبة! بس فيه حاجة حمي! اول يوم جاتلي البيريد فيه كنت في المدرسة! اتسرعت على عمر! جلت على المدرسة! اعرض تضحك علي! عشان انا كنت فاكرة ان انا فيه حاجة غلطة! ولازم اروح المستشفى! تخيلي؟ بوصي يا سهرة انا اصلا! بقى رفما الدم مش بحب شكله! تخيليفة! موسيقى تحني في خوني قولي لي مالك يا حباب مفيش طب تطلعت عضي مياه برا شوية شوية كده طب اقولك على حاجة تجي نروح المطبخ نعمل صنية كيكة حلوة ونحلي بوق هنا عشان اخرجك من الموت اللي انت في ده هو فعلا موت شفتي؟ انا بقولها صح ازاي؟ ام يلا بينا ام نعمل ام يلا ام 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 فكرة حلوة يا انجي انجي صح؟ اه صح بس بس هو مفروض اعمل ايه بعد كده؟ المفروض انك تبتدي كتابة وسمحيني مش حمضي معاكي غير لما اشوف على الاقل فصلين ثلاثة منه ولو اسلوبك في الكتابة زي اسلوب المسودة اللي انا اريده شهور حمضي معاكي لا ان شاء الله الكتاب يبقى احسن من المسودة بكتير مش عايز احبطك الكرسي اللي انت قاعدة عليه قاعد مكانك ناس كتير كان عندهم افكار حلوة يقوا يكتبوها في كتاب تطلع مش حلوة يعني اعمل كل جود انت وش اطرتك ممكن اطلب حضرتك طلب يا ما نفسي اصحى الصبح الاقيك عملي الفطار اتنين بيت سامي سايدا اتنين بانكيك واخدلي بالك انت ولما اعملك الفطار انت احساس هتعملي ايه؟ تقلي كناع الجايز؟ يعني ايه؟ الفطار جايز او خش دوسي ما انا ما بقولش فول ع الصب قولوني بيتدخب والله احسن برضو حابة الفول دول يا دوب على قدي خش انت بقى المطبخ يعمل الفطار اللي ع المزاجي مم؟ بيش بايد عليك نعم؟ عن اذنك الله حلو كون تعالي بس تعالي تعالي انا هقولك حدا كويسة بوطسي انا نوات اعمل كيكا النهاردة علشان نحل بقينة كده اصلا شفت ببرنامج معرفش اسمه ايه انما الواحدة ما يكون زعلانة يعمل حاجة حلوة وياكلها تبوص ليه يبقى مبسوط ومفرفش السنة مش زعلانة يا ماما ما نتعبانة بس انا فهمك من عينيك يا بنت بطنة يلا روحي هاتي الديو بيك بوضر والفاناليا فاناليا؟ اه ماشي عندك افضل فين بيك بوضر والفاناليا روحي هاتيه هتاعوا فين؟ عندك في الدولار ايه يلا حطي الحاجة مع بعضها بقى وروحي هاتي المضرب مش هكلي كده مش عايزة الساعة ديه اه ليه بس من اهو اه يلا حطي الحاجة كده اهو بقى يلا واضرابي الـ واضرابي الكيكا كده والعجينة ووريني الشطرة والحلاوة كده سبحان الله كل حاجة الوحدة هتلاقيها يا مسخة يا حلوة تخلطيهم على بعض يطلعوا في الاخر حاجة حلوة كيكا ليه بس يا امي همدي الكيكا يعني هم اقام هم اعملة زيك يا مضروبة شمك ماهج كده حياتك كلها فيها الماسخ وفيها الحلوة لخ بطيهم على بعض هيتلعوا في الاخر حاجة حلوة انتي جايبة الحكمة جنين يا عمو مسوق يا بنت الحكمة من عند ربنا دي ضلة المؤمنين ما لهاش دعوة ولا بيتعلم ولا بيجاهل انتي مش جاهلة في نظر الناس اه جاهلة يا ضوبك ستة بتفك الخط وأبوكي مرضو كده يلا يلا رحي هاتي الصنيع عشان نحكم الله الكيكا فيه يلا ملعون ابو اللي يزعلك الهي ما يوعى الهي يتشل خلاش يا عمي ده زمانه مات هو مين بقى الله انت ستة لقيمة بقى اه 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 انا لقيمة هو مين بقى وحشرية اه ما كنت حالا حكيمة بقيتش حشرية كمان حكيمة واحيانا حشرية بقولك ايه ايه لا في كيك ولا ما كيكش تعالي جنين ايه بيه ان ما قلتليش هو مين تعالي بقى انا حقولك اذا كنت حشرية ولا لا تعالي بي يا بنت هو مين بقى انا فكرة فيه جوثة جنبك بقى لك ثلاث ساعات سايبني وبصها بتاع اه بصي حاجة جنن حاجة جنن بنت سنها ما يتعداش العشرين سنة واحدة شمال بصي كاتبق ايه على فيسببك الشمال دي اه اه صحيحة ننسيت ان انت ما حضرتيش شمال لما نزلت نزلت شمال دي لو واحدة ست تبقى ستة مشتمام لو راجل يبقى مشتمام خالص كاتبق ايه بقى الشمال وصي ثقة الاب في ابنته في ابنته واشعرها بهذه الثقة تجعلها تتجنب الاخطاء طيب والله محترمة يعني ده هي بتقوله ده يباين ان الجيل الجديد عنده فكر جيل ايه جيل ايه انت عارف البنت دي بالذات كانت مع محسن مبرح في الفندق ده جيل يخدن البحر ويجبنه عطشان ده انت نفسك مطلبش تعملي معهم تقوليلي جيل ليه كده ليه ليه التعميم ده مش تعميم ولا حاجة بس يعني الناس المحترمة بقوا ليلين ما بيبانوش دلواتي وسيسيبك من الكلام ده دي نسابة الفيسبوك اهو وهذا سقالك سؤال بقى انت ليه بتكرهي مرتضى قوي كده عشان حبيته قوي وعلى قدم حبيته كرهته الفضول خلاص هيفط من عليك اه طبعا الفضول هيفط وهموت وعارف لا مش طبيعي مش مظبوط كده ازاي يعني كان بيعمليت يعني عايزة اقولك مثلا انه هو كان كل ما يجينا معايا يدرقني كان عنيف جدا بيعمل حاجات غريبة قوي في الجنس يعني بالوقت كده اكتشفت انه مش مظبوط سادي يعني سافرنا برا وحاولتنا نعالجه اكتر من مرة بس تعالج؟ اه 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 ام ما كانش عايزة تعالج اساسا وبعدين بقى انا عايزة اقولك مفاجأة بقى للموضوع اللي باوزت الدنيا خالص ان انا مرة راجع البيت بالصدفة الشديدة لقيته نايم مع مرات انتيمو وشريكو يا مارسوت عملت ايه؟ ولا حاجة ضربتهم هما الاتنين ولمت حكتي وساومت عالطلاء واكتشفت بقى بعد شوية انه هو نام مثلا مع 3 ا4 اصحاب يعني خسرني كل حاجة يعني هو من اخر كان مرتضى شميل زي صحبتك ده انا اسف لو كنت خليتك تحكي ودايتك لا لا انا بحكيلك بالتفصيل عشان انا مش عايزة هديل تحس اللي انا حسيته انا مش عايزة هديل تحس ان الجنس هو اللي بيحرك كاسيف تحس؟ دي لازم تكون حاسة ومتأكدة ان الجنس اهم عارف حياتي اي اي اما الجنس اهم حاجة في حياتنا كلنا بس بتبقاش حيواني يعني يعني على الحقيقة مش عارف ازاي بتكلم ماجي كده لك انك واحد صحبي ده انا بتكسف اتكلم مع محسن او او فوزي في الكلام ده انا فكرة هو ده الطبيعي انك تتكلم مع واحد صحبتك ست على امراتك مش تروح تتكلم مع واحد صاحبك والعكس صحيح كمان هي تتكلم مع واحد راجل احسن ما تتكلم مع واحد ستة يا سلام لا طبعا العكس مش صحيح ايه يعني ايه انت ما تقبلش ان مراتك يبقى عندها واحد صاحب؟ طبعا لا ايه ده ازدواجية دي طب ما انا صاحبتها ايوا دي مش ازدواجية انا محترم واثق من نفسي واثق فيك وعلاقتنا محترمة جدا يا سلام مش عارفك ان مراتك مش هتروح تعرف واحد محترم وانا اعرف منين اضمن منين بص يغير الموضوع احسن ده ما تهربش ليه بتهرب؟ ليه باهرب ليه سامتيه هروب؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده لازم بتتعلم تواجه يا سيف انا بس قلقان ان انت علاقتك بهديل تبوز كده بجد مش هينفع انت عايزان ايبقى عارف ان هديل مصاحبة واحد وبتكلمه في خصوصياتنا وفي علاقتنا واقعد ساكد كده عادي؟ لا لا بغد نظر عن الموضوع ده عشان اقناعك من هنا للصبح مش هتقتنع لا بتكلم عموما انت لو فضلت ماشي في الطريق ده علاقتك بهديل هتنتهي بتعرف يا انجي لو كانت الجواز ده لي مانيول كان الواحد ماشي عليه ورتاح مانيول؟ يا سلام وانبسطتي اولا ما قلت مانيول بص انت مش تراحني بقى انت ايه رايح فين اسيس انا موريش حاجة طب ايه وما الفين هديل؟ هديل معزومة في خطوبة واحدة صاحبتها تقولي مراحتش معها مليش نفس يا بني سيت بتفرح لما تروح معها مناسباتها زي دي تقاش شمال بقى بنت اعترمي نفسك والله يشمال وانجي بحاجة 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 ايه؟ لسه بتح نسول ولا بطل؟ نسول ايه خرب بيتي؟ انا جوزت دلوقتي واقلت وكده ايه؟ اه؟ ايه؟ 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 زيكة ايه؟ انا كويس انت وحشتيني موت وانت كمان فاكريني والدة كان رزل زمان ازاي؟ كان بارد 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 هتعملوا عقده ولا لا؟ لا يا بوني مش هنعمل جبنيون اه انا وجامل تفينة على كده اللي بالنا اكيد اكبر من اي عد اه سمحني يا ابني انا كان لازم مسألة فيه ناس لازم يعملوا عقد البيوت بيت كلها مشاكل وفيه جوازات بتبوز على اول سبب ربنا ما يجيب مشاكل يا ابونا طيب قابلي بقى ما نصلي على الشابكة انا عاوز اقولكم كلمتين مجمين الخطوبة ياولاد اهم مرحلة في العلاقة بين اتنين مقررين يتجاوزوا يعني ايه؟ يعني لازم تكونوا على حقيقتكم قدام بعض مفيش كدب مفيش تمثيل ولازم يكون لربنا وقت في حياتكم يعني ما تبقاش الحياة كلها كده خروج وعزومات وخلاص فاهم يا عماد؟ فاهم يا جان ربنا بيقول ياولاد ان لم يبني الرب البيت فباطلا تعبوا البناؤون يعني لازم تكونوا على حياتكم ولكنوا صرحة مع بعض ولازم سلام المسيح يملى بيتكم متفقين؟ لا اسمحها منكم ياولاد انا متفقين طبعا دلوقتي بقى نقدر نصلي الشرق منين ياولاد؟ من هنا يا ابونا لاتجاه كده بسم الله ابو الابن وروح القدس الهين واحد امين كر يا ليسون كر يا ليسون يا رب ارحم يا رب بارك امين اللهم اجعلنا مصحقين ان نقولها بشكر يا ابونا لازم السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيتك كما في السماوات الراجل ده بيقول كلام حلو قوي ايوة 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 ازايك اصلا ازايك انت اصلا انت فين اصلا مع صحابي اصلا اوكي همiera وانتي لوحدك كوزك مش معك لا أنت فين أنا مستانية مراتي في العربية خرجها شوية هي والأولاد طب حل انزويد بقى حكلمت خيمة وانتي كمان بسم الله آمين بيه بيه كنت بالتنامي انسيب لا النايس النايس قلتيني قابلتي تايو اه مبسوطة والله يا بتي يا صارة سوفار مبسوطة حدا انت على طيب حي مبسوطة طب يا هادير خلي بالك على نفسك بقى عشان ابتدتها خايف عليك بجد يعني ايه يعني خلي بالك على نفسك من النايس فيه ايه مهي كبيرة وش رحت ايه بتعرف كل عي اه صحيح افاهمها لك تاني تاني بالك على نفسك من النايس اه اه انت فاهم حاجك لعبة ولا انا اوما البيتة دي بتتكلم ليه بسيش اعتنى الوضع خطير 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 يا هابلا انت فاكراني حايز انام معاتلي يا هابلا انت فاكراني حايز انام معاتلي اكريبيتك ترافين معي مش خطير للدرجات بحيان وطي صوتك حيب الناس اه اه ماشي يا هايزي قلت السيفة ليه؟ لا شفتي تواهي بيشتغل ايه بقى؟ يا بنت هم وانا هتجوزوا؟ مالك يا حبيبتي محسساني امي قاعد عمالا بتنصحني فيه ايه؟ اه هنصحك عشان انت ما عندكش خبرة خالص في الحاجات دي بمعنى؟ بمعنى انت من ساعة مواعيتي على الدنيا لا تعرفيش غير السيفة كل الرجال بالنسبالك هم ازاي السيفة لا هم ازاي السيفة فيه ناس تانية خالص ورجال تانية بالمعنى اصح اسمهم رجالة اسبالة انت فهم حاجك؟ لا ولا انا امال دي بتتكلم ليه دلوقتي انت بتتكلمي انت حوش يعني رايحالي براجل ورجعالي براجل حوش الخبرة اللي ما شفتك مرة صاحبتي مرة اسكوتي اسكوتي زهقتيني هو الواحد لما يجي يقولي الكلمة يعني بصراحة ولمصلحتك تقومي تديه كلام تاية الدبش وبعني انت تعرفي عني ايه تعرفي هم صاحبة ولا لقا اتجوزت ولا لقا ما تعرفيش عني حاجة خالص ايه ده انت بش هتحكين ده ما خاف من حاسد حاسد وانت كم ام بتحكي النجس لا انا بحكيليك يا حابت كل حاجة طب ما انا بحكيليها دلوقتي عشان عبيطة طب ضحيات امي ما حكيليك حاجة تانية بس بقى بس كفان ار وش العروسة حلوة ازاي يلا يا اولاد عشان تلبسوا الدبر مبروك يا انت مبروك يا انت مبروك يا عروسة مبروك يا عروسة مبروك يا عروسة مبروك يا عروسة مبروك دول صاحباتي يا ابو و ازاي اخواتي بزبطة ربنا يحافظ عليكم و يبارك فيكم و تتجوزوا هم بقى لان انا خلاص اتجوزت الحمدلله ادايلها يا ابونا ربنا يحل بسلامه على بيتك انت و جوزك يا بنتي انت بتصلي يا بنتي الصلاة مهمة اولا الانسان تخلق بطابعه علشان يبقى فيه علاقة مستمرة بينه و بين ربنا تعرف يا اولاد انا فيه كلمة بحب بقولها دايما انا هفضل صلي مهم ما حصلي لو تعبان او فرحان صلي يا بنتي و خلي جوزك كمان يصلي معاك يا اولاد الحياة مع ربنا حلوة قوي انت عارف يا ابونا انا مسلم ما انا عارف انك مسلم تعرف انت بقى انا حبيبي واعز اصدقائي من قبل ما بقى كاهن مسلمين والغاية النهاردة احنا صحاب وحبايا احنا كمان كده مع بعض بالزبط يا بول ربنا يديم المحبة دايما بينكم ما تقولوا امين امين يا رب انت شايلني عريص يا دي بلاد الخطوبة عقبالنا كلنا و ابني توبى توبى بعش دي حصينا امين يا دي بلاد الخطوبة من قلبنا يا دبلة الخطوبة كما تقولوا لي امين يا رب انت شايلني عريصي امين يا رب انت شايلني انت بحبارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة